السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم هاي الدولمة مالت الربيع دولمة ورق العنب تابعوني هس أول شي راح أبدي بالمكونات طبعاً هني حضرت تحضير مسبق أول شي فورت ميحار ودرته هنا على ورق العنب يعني هجي يصير خشن فأريد أن يصير مايع وهنا أنا حفرت البصل طلعته وغسلته وهي الحشوة حضرتها طبعاً تمن مصري جبت هنا استخدمت كوبين غسلتها زين وهنا ثرامة بصلاية ويفصين ثوم وشبنت باقة كاملة شبنت شوفوا هاي الحباية مالتها هيتش الصرسمينة أنا كلش أحب هذا التمن بالدومة ولحم دهين طبعاً خليت الغنم وهذا المندوزي وهي بهارات دولمة شوفوا هاي البهارات كلش طيبة وملح وفلفل أسود هنا خليت العضود مالة الباقلة طبعاً هاي التازة صير طيبة ورشيت عليها ملح وفلفل أسود هسا راح أبدي أخلي بهارات الدولمة راح أخلي ملعقة ونص مال كوب وهي خليت المندوزي طبعاً أخلي ملعقتين كوب بس مجدتي عدلة وفلفل أسود انتو كيفكم حسب الرغبة أنا أحبها شوي يصير حارة وملح هاي رشة ملح هنا خلي خمس ملاعق كبار مال أكل لبن غنم اللبن غنم يصير حامض وينطيها طعم كلش طيب هسا راح أخلط الحشوة هانا راح أخلط الحشوة هانا راح أخبطها جزين شوفوا هاي الحشوة وراء ما أخلطتها هالشكل راح يصير هسا راح أبدي ألف الدولمة هاي وراء ما كملت لف أخليها الدولمة تقريبا نص ساعة على النار بدون ما أخلي مي أخليها هي ذب السوائل مالتها هسا راح أضيف المي دولمة وراق العنب شوية تحب مي زايد مو مثل السلك لأن وراق العنب يعني يحب استواءه هواية أخليها تقريبا ساعة ونص على النار على نار هادئة وشوفوها شان طلعت تخبل حامضة ومائعة طبعا هذا التمن ينطيها يجي مثل المادة الصمغية لأن بيه كمية نشا كل شي هواية جربوها وشوفوها شقا طيبة